السلام عليكم يا رب تكونوا بخير اليومين دول طبعا بيبقوا احسن يومين احنا هنخزن فيهم خضار وفكهة لان خضار وفكهة بتوع الشتاء بيبقى ليهم طعام مميز هبدأ معاكو سلسلة فيديوهات للتخزين وعن الحاجة اللي ينفع نخزنها اليومين دول لرمضان هبدأ النهاردة بالكرومب وخضرة المحشي تعالوا يلا نبدأ الفيديو بس قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو اول حاجة بحط مية على النار وبحط فيها كمون علشان ريحة الكرومب بتبقى نفزة جدا فالكمون بيغطي على ريحة بجيب بقى الكرومب بتاعي بقطع الراس بتاعته من فوق كده بشكل مخروطي بحيث ان انا اشيل كل المكان اللي هو بيبقى ماسك الورق ببعضه بنق الكرومب بتاعتي دايما اللي تبقى مطولة وما تبقاش مكتومة يعني اما اخبط عليها ما حسش ان هي مليانة من جواها ورق كده لا بتبقى فاضية شوية او مفرغة شوية بحيث ان انا لما اجي قطع الجزء المخروطي ده الورق مايبقاش ماسك في بعضه وبيتقطع قبل ما ابدأ السلق بجهز في اللحوط طبق بيبقى فيه مية سقعة علشان بطلع في الورق بتاع الكرومب بتاعي لما بيتسلق علشان اوقف عملية السلق بتاعته بحط بقى الكرومباية كده على وشها بسيبها 3 دقايق وبعدين بقلبها من الناحية التانية واسيبها برضو 3 دقايق وابدأ اشيل الورق بقى كده من بره بره واحدة واحدة ولكن اتأكد ان هو اتسلق ما اشيلوش بقى ناي ان انا اضغط على واحدة كده بأدية بلاقيها يعني صباعي كده او ضوفري كده غلزت فيها فكده تمام اه هو اتسلق باخده بقى احطه على المية سقعة على طول علشان اوقف عملية السلق بتاعته وطلعه على المصفى بكرر الحكاية دي طبعا الورق اللي هو هيتخزن ما بيتسلقش قوي زي اللي احنا هنحشيه على طول بسيبه برضو يبقى شوية جامد كده ونفس الحكاية بكررها لو انتو بقى هتعملوا كزا كرومباية مع بعض علشان اه تخزنوهم مخصوصا انه اليومين دول الكرومب حلوة قوي ان احنا نخزنه كمان اه لرمضان بالنسبة بقى المية سلق الكرومب دي اوعي ترميها في الحوض هنستنى لحد لما تبرد خالص وبعد كده هرميها في الطايلت علشان بتعمل ريحة فضيعة لو ترمت في الحوض اه بحضر بقى كده مصفى وتحتها اه صنية والبلانشة بتاعتي وكمان سكينة وهبدأ بقى اجيب ورق الكرومب كله اللي نفس المقاس هيخد الجزء اللي هو بتاع العرق ده من فوق بقطعه كده اه مسلس وبعد كده بطبقهم الاتنين على بعض شايفين انا قلبتها ازاي يعني خدت النص طبقته على النص التاني وهبدأ بقى اقطعه الحجم اللي انا عايزاه فيه ناس بتحبوا اكبر من كده بس احنا بتحب المحشي يعني ما هو معودانا نعمل المحشي صغير فالحابب يقطعه اكبر من كده زي ما هو حابب دي طريقة للتقطيع تاني طريقة اللي انا عملتها قدامكم كده برضو شلت العرق وبعد كده لفيت الورقة رول وقطعتها زي ما انتو شايفين برضو قطع على قد ما انا متعود اعمله وبعد كده بقى بقطعه قطعه صغيرة ورصه فوق بعض او ممكن اشيله رول كده زي ما هو ولما يطلع يفك بقطعه الطريقة بقى اللي انتو حابين تستخدموها لكن انا بحب اول واحدة لانها اسهلهم بعد كده برصه في طبق في اطباق كده فايل وبشيل العرق دي بسيبها لاني بقطعها تحت المحشي لما بعمله الخضره بقى بنجيب الخضره طبعا نغسلها كويس ونصفيها من المياه كويس انا هنا كنت غسلها بالليل وستها لتان يوم الصبح بعد كده بقى بنقطعها قطع صغيرة خالص اهم حاجة ما تكونش دبلانة وتكون صبحة ولسه يعني مسكة نفسها كده نقطعها وبرضو الخضره اليومين دول فعلا جميلة بحطها في طبق ولخبطها كلها على بعض علشان الكيس يبقى فيه من الخضره مشكلة بقدونس وكسبرة وشبت بحطها بقى في اكياس على قد الاكلة بتاعتي وبفضيها تماما من الهواء اضغط عليها كده فضيها من الهواء واقسمها على قد اكلات المحشي اللي انا عاملها وبحطها على طول في الفريزر كده الفيديو بتاعي خلص اتمنى الفيديو يكون عجبكو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة